موسيقى أهلا بحضراتكم بفقرتنا الحوارية التانية والأخيرة في مصر جميلة واللي هنتكلم من خلالها عن التغيرات المناخية ودورنا في مواجهة هذه التغيرات المناخية خاصة دور البحث العالم مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 يعني قدامنا موضة طويلة جدا حتى نحاقق هذه الاستراتيجية وفي أبعاد كثيرة جدا لابد من تحقيقها والنظر إليها من أهم الهداف الموجودة في هذه الاستراتيجية الوطنية الهدف الخامس واللي بيكلم عن تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة التغير المناخ النهاردة هنتكلم عن هذا الجزء جزء البحث العلمي وقدرته على مواجهة هذه التغيرات وعلى التعاوش معها وعلى رفع إحنا وعينا كمصريين بهذه التغيرات المناخية من أجل هذا بيسعدنا النهاردة نحن نصف ديف الدكتور جمع سند أستاذ الكيميا وعلوم النانو المساعد بكليات العلوم جامعة الأزهر أهلا بحضرتك معنا فلد أهلا وسهلا بكم ربنا خليك سعيد بوجود معكم النهاردة إحنا أسعد ودائما بنتشرف بعلماءنا يعني في كل مكان اللي بيشرفونا وبيحصلوا على جوائز دولية زي حضرتك كده ما شاء الله لسي بيه مليان يعني بعدد كبير من الجوائز والتكريمات اللي بتساعدنا وتشرفنا كمصريين وعلشان كده أنا حابة أبدأ من آخر السكريبت مش من أوله وهو ده الحدث الأبرز يوم الأسبوع الماضي حصلت على جهزة منتدى البيئة والتنمية 2022 في فرع مسابقة الحد من النفايات بنبارك لك الأول على هذه الجائزة شكرا جزيلا ونتكلم عنها وعن البحث اللي حضرتك قدمتوا لأن الحد من النفايات هو جزء أصيل من الحفاظ على البيئة وعلى المناخ نعم أهلا وسهلا بحردك وأهلا وسهلا بسهلا بسهلا المشاهدين وسعيد بوجود في منابتكم الجميل ده واسمه الجميل الأسبوع الماضي تقريبا يوم 11 سبتمبر كان فيه منتدى أقيم في القاهرة منتدى التنمية والبيئة ده كان منظمه المجلس العربي للمياه طبعا ده مجلس على مستوى الوطن العربي وبإشراه في وزارة الخارجية المصرية المنتدى كان يضم عدد كبير جدا من المتحدثين والسفراء والوزراء من مختلف الدول العربية والأجنبية برضو من الأمم المتحدة على هامش المنتدى والتوصيات بتاعته كان فيه مسابقة عن الإسهامات البحسية في الحد من تغيرات المناخية أو التأقلم على التغيرات المناخية كان فيه خمس بنود للتقدم للجوائز من أحدهم كان الحد من النفايات أو التخلص من النفايات بصميم بحكم شغلي في هذا الموضوع أنا كنت بشتغل في تدوير النفايات الاستخدام الأمسل للنفايات التحدى في البطاريات التالفة والمخلفات الزراعية وتدويرها إلى منتجات صالحة للاستخدام وتطبيقية فتقدمت بمجمل ببعض الأبحاث التي أجريتها في هذه النقطة والحمد لله كان حصلت على جائزة واحدة من خمس جوائز كانوا على هامش هذا المنتدى وهي جائزة الحد من النفايات من مجلس العربي للمياه وبإشراف وزارة الخارجية وكان في حضور كبير من القيادات المصرية وزير الخارجية ووزير البيئة ودكتور محيد الدين ووزير السسمار والعديد من الوزراء والسفراء يعني أبرز النقاط طبعاً نحن مش هقدرنا نتعرض للبحث كله ولكن أبرز النقاط لحركة توصلت لها في كيفية قدرتنا على إدارة هذه النفايات وتحويل هذه النفايات إلى شيء مفيد لأن معظم دول العالم عندها أكيد مخلفات إزاي ممكن أنها تستخدمها وتصبح منحة وليست محنة تصبح صور نعم نعم المخلفات المتراكمة في البيئة حولنا ممكن لو نظرنا لها بعين أخرى أو بنظر أثاقبة ممكن تصبح صروة قومية على سبيل المثال مثلاً المخلفات الزراعية كلها مواد كربونية وعنصر الكربون ده مادة أساسية كلنا بنحتاجها المخلفات الصلبة أو الإلكترونية زي البطاريات بطارية الموبايل أو بطارية البطارية الجفة هي البطارية الرموت أو كذا ده إحنا بعد ما بنستخدمها على طول بنرميها ده كلها مواد جيدة ومفيدة فقط محتاجة عمليات تصنيعية أو عمليات معملية بسيطة جداً علشان يعاد استخدامها فعلى سبيل المثال مثلاً البطارية الجافة بطارية الرموت ده مكونها الأساسي مادة المنجانيز منجانيز أكسايد بعد ما بتستهلك أو تستخدم في الرموت أو في لعبة الأطفال أو كذا يظل المادة أي نعم هي بتتغير من صورة مادة لمصلاً MnO2 هتتغير لـ Mn3O4 يعني بتغير شكلها الكيميائي لكن ما زال تركيبها الأساسي سابت عنصر المنجانيز فلو فتحنا هذه البطارية وطلعنا المادة وبمعاجل ألاجات كيميائية بسيطة وسهلة ممكن نرجعها تاني لأصلها إما نستخدمها في صناعة البطارية تاني أو نستخدمها في أي صناعة أو أي مادة أو أي صناعة محتاجة عنصر المنجانيز ففي شغلي ركزت على تدوير البطاريات الجافة دي واستطلعنا منها المنجانيز والمنجانيز زي تخدمنا في حاجات كثيرة زي تصنيع المكسفات تصنيع معالجة المياه حاجات كثيرة جداً هنا يعتبر يعني زي ما بلقوا المثل دربنا عصفرين بحجر منه خلصنا البيئة من تراكم النفاة الصلبة دي لأن البطاريات دي لو ترامت في البيئة هتقعد فترة كبيرة جداً مش هتتخلص هتقعد بحالتها ودي فيها حاجات ممكن تكون سامة لو وصلت للمية أو للزراعة أو كده ومكونات صلبة مش هتتتحلل فخلصنا البيئة من تراكم النفايات دي وفي نفس الوقت استخدمنا المكون الأساسي اللي فيها فيه شكل وصورة أفضل مفيدة بشكل آخر حضرتك كلمت عن فكرة إنها ممكن تكون لا تتحلل بسهولة وحضرتك ليه كتاب مع دكتور عبد السلام مخلوف عن المواد القابلة للتحلل وتم نشره في أكبر در نشر عالمية ده برضو فخر لنا كمصريين نتكلم عن الكتاب ده وزي إدنا ننشره في أكبر دور النشر العلمية العالمية وفكرة المواد القابلة للتحلل هنا في مصر زي إيه وممكن زي نتعامل معه جميل الكتاب ده هو الكتاب التاني ليه وحالياً فيه كتاب ثالث شغالين فيه حالياً فده الكتاب التاني المنشور بالفعل فيه در نشر اسمها سبرينجر نيتشر ده أكبر در نشر على مستوى العالم يعني الكتاب فكرته أن العالم دلوقتي بيواجه مشكلة كبيرة جداً من تراكم النفايات البلاستيك، المخالفات الزراعية، الشرز، مصوص القصب حاجات كتيرة بناتج الصناعات، مخالفات المصانع حاجات كتيرة العالم بينتج آلاف الأطنان كل سنة أو كل يوم يمكن وتترمي فيه البيئة، ففيه حاجات ممكن منها تتحلل بيولوجياً يعني لو رمينا مثلاً حاجة نباتية ممكن بعد شهر شهرين نلاقيها اختفت وتحللت أوكي ما فيه مشكلة، لكن للأسف فيه مواد اللي هي البلاستيكية والمواد الصلبة والمعادن وكذا دي لو قعدت في البيئة ممكن تقعد مئات السنين ما تتحللش وما تتغيرش فده بتأثر وبتصيب الكائنات الحية والنظام البيولوجي كله بمشاكل كبيرة فمن هنا كانت الفكرة في كتابة كتاب يجمع كل الأفكار المتعلقة بالمواد القابلة للتحلل يعني هنعمل مثلاً زي كده نداء أنه بلاش نستخدم المواد الغير قابلة للتحلل زي البلاستيكات والبوليميرات والحاجات الصلبة لو في بداء الأخرى لها قابلة تحلل حاجات أصلها نباتي أو حيواني قابلة تحلل فالكتاب يعني ضم أكتر من خمسين فصل حوالي ألف وربعمائة صفحة يعني شرفت بالتعاون فيه والكتاب السابق كان برضو في اتجاه مقارب كان عن معالجة النفايات وعادة تدوير النفايات إلى منتجات حيوية ومفئدة والحمد لله الكتاب صنف عالمياً أنه بيخدم أهداف التنمية المستدامة بذات الهدف الـ 12 اللي هو الاستدامة والإنتاج والاستهلاك وبرضو صنف أنه هو الكتاب رقم واحد في تخصص المياه معالجة المياه لأن المواد المتحدة التي هي أعيد استخدامها أو أعيد تدويرها استخدمت لتنقية المياه كفلاتر لتنقية المياه وهكذا وده مهمة بالنسبة لنا كمصريين لأن احنا دولة بتعاني من الشح المائي دلوقتي في اتجاهات كتيرة جداً لتنقية المياه وإعادة تدويرها واستخدامها في الزراعة وغيرها فده يبقى مفيد جداً بالنسبة لنا كمصريين طبعاً إحنا يعني مش مصر بس العالم كل دلوقتي متاجه أو سيعاني من ندرة المياه فيجب البحث على حلول بديلة منها زي ما تكر حضرتك تحلية مياه البحر أو معالجة المياه الحالية يعني مخلفات مياه الصرف الصناعي أو الصحي لابد أنها تعاد معالجتها وتستخدم حتى في استخدام يعني ليس الاستخدام الأدمي في استخدامات الزراعة وهكذا بس على الأقل يجب معالجتها الأول التخلص من المواد فيها إذا كانت صبغات أو معادن أو أي ملوسات جوه المياه تقعد معالجتها والتخلص من هذه المواد الموجودة فيها ومن ثم يمكن استخدامها في أهداف الزراعة أهداف أي شيء آخر أو ممكن لمياه الشرب لو وصلت دردة التنقية إلى مستوى عالي عايزين بقى أن ننقل هذه الأفكار العلمية إلى مستوى المواطن العادي في التعاملات اليومية وده المهم إذا كنا بنكلم عن الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة عندنا ومكافحة التغيرات المناخية هو أننا البحث العلمي ورفع الوعي بمواجهة التغيرات المناخية المنتجات الفكرية والعلمية لحضراتكم بتعاملوها دي لابد أن تكون مبسطة وفي شكل عملي للناس يعني مثلا حدث ذكرت من شوية فكرة المواد القابلة للتحلل وده أبسطها في أن مثلا المتاجر اللي احنا بنروحها بدلا من نشتري الحاجة في شنطة بلاستيك وده بيحصل عالميا دلوقتي بس في مصر لسه مش قوي بدون الحاجة في كيس ورقة ورقة إيه الحاجات الأخرى اللي احنا ممكن كمصرين كمواطنين عاديين نعملها علشان تتلاقى مع هذا البحث العلمي أو نستفيد من نتائجه تطبيقيا صحيح هو احنا كلنا في مركب واحد أنا وحضرتك ورجل الشارع وده وده كلنا في مركب واحد أي تأثير بنعمله يضر بمناخنا أو بيئتنا كلنا سنعاني منه فيجب فعلا التكاتف بيننا كلنا في كل واحد في مكانه أنه يحاول يصلح أو يحاول يحافظ على البيئة بشكل ما أبسط حاجة الحلول أن أنا ما استخدمش المنتجات البلاستيكية اللي هي ممكن تقعد فترة طويلة ما تتحللش يعني زي ما أقال حضرتك ممكن أستخدم الأكياس الورقية الجاية من مصادر نباتية أو حاجة زي كده دي سهلة التحلل وتماما ما فيهاش مشكلة الحاجة الثانية الممكن أعمل يعني أحافظ على المياه حتى لو مياه الصرف اللي أنا عارفها هتروح للمصرف أو هتروح كذا أحاول على قد ما أقدر ما أزودش فيها حاجة مضرة يعني مثلا لو فيه حاجات ناتج الغسيل مثلا أو كذا ما أخلاش تنزل مع مياه الصرف لأنه ممكن لو ما نزلتش مع مياه الصرف تكون سهلة المعالجة بعد كده لكن لو أنا خلطت عليها حاجات كتيرة ممكن تكون صعبة المعالجة يعني المزارعين مثلا في بيتهم بلاش حر العادات الأديمة هي التخلص من المخلفات الزراعية بحرقها حرقها هيزود سانيكس الكربون هيعمل احتباس حراري هيأثر على المناخ وإحنا داخلين على قمة المناخ اللي ستعقد في مصر قريبا ففي عادات وسلوكيات بسيطة جدا لو إحنا حافظنا عليها لأ هنحافظ على بيئتنا نظيفة وهنسهل الإجراءات بعد كده الصناعية والبحثية إنها تحاول تعالج هذه النفايات طيب من أنك ذكرت طبعا القمة المناخ اللي حتقام إن شاء الله في شرم الشيخ في شهر 11 القادم ونحن نتكلم عنها كتير يعني تمهيدا لها ويعني رفع وعي المواطنين تجاه الحدث المهم اللي حيحصل شايف أهمية استضافتنا لهذا المنتدى شكله إيه وقامية هذه الدورة في الانعقاد طبعا مصر حديثا لأ مشي بخطوات سابتة على كل الأصعادة على التنمية المحلية داخل مصر ولها دور كبير جدا سياسي على مستوى العالم فاستضافت قمة الحدث عالمي كبير زي ده في مصر ده لأ بيعكس ويضيق الضوء يلقي الضوء على مصر إن لها ثقل ولها دور كبير في المنطقة الحدث قوي جدا ومهم وأساسي لأنه زي ما قلت حضرك هو متعلق بمصير ليس دولة وليس قارة لذا متعلق بمصير العالم كله ويجب العالم دلوقتي هو دلوقتي العالم كله عارف الحلول لكن يجب أن تنفيذ هذه الحلول عقدت قمة باريس في 2015 وتم وضع بعض الحلول برضو العام الماضي كوبس 26 عقد في جلاسكو لكن أنا حاسس أني لسه يجب تنفيذ هذه الحلول تنفيذ هذه الاتفاقيات تنفيذها على أرض الواقع فديناميكية التغير المناخي لا ماشية بوتيرة عالية نتيجة التقدم الصناعي والثورة الصناعية والعادات الخاطئة فالمشكلة تتفاقم بشكل كبير فأعتقد أن العالم استيقظ وجاد في وضع أو تنفيذ الحلول ليس وضع حلول لأن الحلول لحد كبير معروفة تنفيذ هذه الحلول بشكل جيد على أرض الواقع قريبا وإن شاء الله نأمل أن مصر تكون هي صاحبة السبق وأن نضغط بشكل كبير من خلال هذا المنتدى أو المؤتمر في تنفيذ الحلول المقترحة أو الحلول الجديدة هنا نتكلم دايما أن رئيس حبيب فتح حسيسي كان بيذكر فكرة التغيرات المناخية في الاجتماعات اللي بيروحها وبيذكر دايما أنه فيه فجوة هائلة ما بين التمويل اللازم للدول الإفريقية والدول النامية وما بين الدول الغربية اللي هي بالأساس هي المتسبب الأكبر مش الوحيد ولكن الأكبر في التغيرات المناخية عن طريق الثورة الصناعية واللي عملوا في العالم من خلال الصناعة هل ممكن هذه الدول الآن تصبح أكثر جاهزية للتفاعل ولإمداد الدول الفقيرة والدول النامية بالأموال اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية ولا في ظل الأزمات أو الحروب في العالم الموضوع ممكن يتأخر بعض الشيء هو طبعا مصر وبيقاتل الرئيس عبد الفتح السيسي ده مش كمان بتحط حلول لا ده بتنفذ حلول يعني رغم أننا من الدول الغير متسببة في تغير المناخي يعني تغير المناخي في مئة دولة بما فيهم مصر متسببين فقط في ثلاثة في المية شيء لا يذكر وفي عشر دول فقط متسببين بتمانية وستين في المية من الإنبعاصات الحرارية اللي بتعمل تغير المناخي يعني احنا مننش زم تمانية وستين في المية من عشر دول فقط ثلاثة منهم ستة واربعين في المية يعني احنا ممكن نحصر أن تلات دول فقط صناعية كبرى احنا ممكن نسميهم بلاش نذكر أسماءهم بس وما دول صناعية كبرى معروفة تلات دول فقط متسببين بحوالي نصف الإنبعاصات الحرارية عشر دول بما فيهم الثلاثة دول متسببين بأكتر من حوالي تلتين تمانية وستين في المية من الإنبعاصات الحرارية مصر والدول الغلبان دي كلها متسببة فقط بثلاثة في المية فاحنا الدول يعني متضررة من الإنبعاصات الحرارية احنا مش متسببين بها مؤتمر المناخ أو قمة باريس في 2015 أقرت بتمويل من الدول المتسببة الدول العشرة الكبيرة المتسببة بالجزء الأكبر بأنها تدفع أو مش تدفع يعني زي تعويد لا هو زي تمويل مساهمة تمويل لمشروعات ومبادرات في الدول الأخرى للتكيف المناخ زي ما قلنا احنا في مركب واحد الضرر أي نعم متسبب به بعض الدول في العالم لكن سيعاني منه الجميع وللأسف سيدفع ضريبته الدول الأكثر فقرا أو الدول الأخرى لكن كله سيعاني منه فيجب أن احنا نتكاتف جميعا لكن للأسف التمويل هذا الذي يقر مئة مليار تقريبا حتى الآن لم يضخ أو لم ينفذ على أرض الواقع فالحمد الله مصر بالقيادة الحكيمة ده بدأت على قدنا على قد الإمكانياتنا نتخذ حلول مثلا زي فكرة تبطين الترع في الأراضي الزراعية تبطين الترع تبطين الترع ده هيقلل من هضر المياه هيقلل من هضر المياه لأن احنا داخلين برضو التغيارة المناخية هتعمل نودرة مائية لأن التغيارة المناخية للأسف يعني لو سمح الوقت أن احنا ندخل في تفاصيل أنها تغيارة المناخية يعني حرارة الكوكب هترتفع مقدار مثلا درجة أو نص درجة أو كده يعني في العقد الماضي في العقد الماضي العشر سنين الأخيرة من 2010 إلى 2020 الكوكب سجل أعلى درجة احترار على مستوى كل الفترات السابقة القرون السابقة القرن الماضي اللي هو المائة السنة الماضية ارتفعت درجة حالكوكب درجة 1 و 1 من 10 درجة مئوية اي نعم ممكن الرقم يده صغيرا لكن لا دي تأثيراته كبيرة جدا متوقع في المائة السنة القادمة يرتفع 3 و 1.5 درجة وده طبعا حاجة كارثية العالم دلوقتي هيحاول أنه ليس فقط أنه يمنع هذا الارتفاع لا بيحاول أنه يخليه بس يرتفع بمقدار 1 و 1.5 يعني بدلا ما توصل 3 و 1.5 لا نخليها 1 و 1 لأنه لو ترافعت 1 و 1.5 هنقدر نتعايش معها أو نتكيف معها التأثيراتها طبعا هتأدي إلى زوابان بعض القطبان القطب الجليدي هترتفع مستوى سطح البحر ممكن نلاقي مثلا دولة زي مصر المنطقة الزراعية اللي في الدلتا انغمرت بمياه البحر يعني البحر في اسكندرية يرتفع المياه فيه فتغطي جزء كبير جدا من منطقة الدلتا فده هيقابة فقر مائي و هيقابة على فقر غزائي بالضبط و هيقابة أرض زراعية أو الرقعة الزراعية هتقل برضو ارتفاع سطح البحر هيقابة إلى تغالغ للمياه المالحة إلى الأرض الزراعية فلما حضرتك مثلا نحفر بير عشان نشرب منها نلاقيها مياه مالحة وانتجياتها ليست مصالحها لكل الأنواع المحاصيل بالضبط لازم لتتحمل ملوحها صحيح صحيح فإحنا دخلين فعلا على مشكلة كريسية فمصر بدأت تعمل خطوات هتحاول تحد من أو خلينا نتكيف على الوضع القادم و هي مثلا زي طبطن الطرع حياة كريمة البنية التحتية ممكن تغييرات المناخية تعمل فيضانات الكوكب درجة حرطة تعالى فتنزل أمطار غزيرة فتؤدي إلى فيضانات فإحنا لازم يكون فيه بنية تحتية جسور وكباري تخلينا نتواءم مع هذه الأحداث التي ستحدث يعني نتمنى أن يكون فيه وعي من الدول الغربية لأنه فعلا هو في النهاية لما بيقول أن العالم قرية صغيرة ده واحد من تجليات أن العالم أصبح قرية صغيرة أن كل بيعايي لما كورونا ظهرت في الصين كل العالم عانى جراءها وبالتالي نفس الحكاية بالنسبة للتغارات المناخية الآن بنشوف دول أوروبية بتعاني من حر شديد جدا ما كانتش بتشهدوا ويبقى فيه وفيات نتيجة لهذا الحر لأنهم غير معتدين عليه ما عندهمش تكيفات في فصل الصيف في البيوت زي مثلا دول الحرة ففي مشاكل هتواجههم هم هم أولى بأنهم يعني يهتموا به أنا عارفة برضو أن حضرتك حصلت على جوائز أخرى متعددة منها ميداليات زهبية وغيرها في مسابقات علمية بلندن نشير إليها بعد إذن حرك برضو نعرف أنها في نفس الاتجاه ده فيما يتعلق بالبيئة والتغارات المناخية صحي كان في بعض المشاركات في بعض المعارض العلمية في ماليزيا في لندن في روسيا معرض أرشميدس في روسيا ومعرض بريتش انترناشنال شو بي آي اس في لندن فشاركنا بأفكار بحسية أو بمنتجات بحسية في هذا السياق في إعادة تدوير المخلفات الزراعية إلى كربون وإعادة تدوير البطاريات الجافة إلى مانجنيز أوكسايد أو كوبالت أوكسايد وإعادة استخدامهم في المكسفات فطبعا الأفكار دي أو البحوث دي لاقت استحسان ورواج لأنها بتخدم لها أكثر من اتجاه إنها بتخلص البيئة من النفايات المتراكمة وبتحضر أنظم التخزين للطاقة الكهربية بشكل فعال وقليل التكلفة في نفس الوقت فالحمد لله حصلنا على بعض الجوائز جوائز زهبية ميداليات زهبية في ماليزيا في روسيا في لندن وبرضو في ماليزيا أذكر حصلنا على حاجة اسمها جرين تكنولوجي أورد أو الجائزة التكنولوجيا الخضراء لأن الشغل له علاقة بتكنولوجي زرين نعرف المشاهدين برضو بمعنى التكنولوجيا الخضراء تكنولوجيا الخضراء هو أي عمل يعني يكون معتمد لا يعتمد بشكل أساسي على الكيمويات لا يعتمد بشكل أساسي على مواد غير متحللة يعني لو أنا بستخدم مثلا أي منتج مثلا البطارية اللي أنا بصنعها أنا بجيبها من جريد النخل من مادة الكربون المصنعة من جريد النخل فجريد النخل دي مادة كربونية يعني زيها زي حطة الخشب زي أي حاجة فالبطارية دي لو أنا تخلصت منها ورامتها في الأرض أسبوع اثنين هلقيها تحللت ودابت ومفيش أي تأثير عليها غير البطارية المصنعة مثلا من الحديد والمانجنيز أكسايد والليسيوم والحاجات دي كلها دي لو تحطت في الأرض مش هتتحلل هتفضل صلبة ولو اتكسرت واستهلكت مع التربة أو المياه أو كده هتسبب المحاصيل والنباتات والحيوانات بأضرار بالغة ممكن تصل للسمية فأي تكنولوجيا معتمدة على استخدام قليل من الكيمويات والمعادن والمركبات صعبة التحلل بتسمى جرين تكنولوجيا أنا عايز أرجع برضو حضرك أشارتي لنقطة جميلة جدا وهي مشكلة كورونا خلت العالم كله بيعاني لا ده مشكلة المناخ مشكلة كورونا ممكن كان لها حل أو بعضه أو في ناس في مأمن منها يعني مثلا أنا دولة ما جتنيش كورونا ممكنها في الحدود يحمي نفسي لكن مشكلة المناخ مش هنقدر نحمي نفسي لا مفيش دولة ولا مكان في العالم هيقدر يحمي نفسه منها لأن مش هنقدر نغلق حدودنا على التغيرات المناخية التغيرات المناخية في كل البلاد هنطفع ضرائبها كلنا أي ناعة ممكن في بلاد تتأثر أكثر زي مثلا البلاد اللي هي متاخمة للبحار والمحيطات أو هي في جزر يعني مثلا دولة جميلة زي الملظيف ممكن نصحة في يوم نلاقيها اختفت لإنها جزيرة صغيرة على مستوى البحر لو البحر ارتفع بعض السنتيمترات لو زابت بعض القطبان الجالدية وارتفع سطح البحر بعض السنتيمترات ممكن دولة جميلة كده الناس كلها بتروحها يعني نلاقيها اختفت من على الوجود بلد زي مصر تختفي رقعة كبيرة من الأرض الزراعية منها ففي مشاكل كبيرة كلنا هنعاني منها وبلا استثناء محدش هيقدر يحمي نفسه منها إلا لو اتخذنا حلول جزرية وتنفزت بشكل سريع يا رب ان شاء الله نكون فعلا احنا نتكلم كتير على موضوع تغيرات المناخية ده ولكن هو فكرة رفع الوايا عند المصريين شيء مهم شيء ضروري بالنسبة لنا ان احنا نكون عارفين معنى البيئة ومعنى المناخ وزي نتعامل مع الأشياء وزي ممكن نستخدم مواد قابلة للتحلل أحسن من مواد غير قابلة للتحلل وينقل من الأبحاث إلى المواطن العادي انا بشكر حضرتك ومجودك العلمي وبتمنى كل التوفيق لكله على مأنا في كل مكان شكرا دكتور جمعة سرد أستاذ الكيميا وعلوم النانو المساعد بكلية العلوم جماعة الأزهر على وجودك معنا شكرا جزيلا أفضل كده مشاهدينا بنكون وصلنا لاختام حلقة اليوم من مصر جميلة مصر دايما جميلة بأبناءها المخلصين بعلمائها بطلابها بمزارعيها بصناحها بكل من فيها يحبها ويحرس على مصلحتها غدا ان شاء الله يتجدد اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة